حالي كارتيرون كان قدامي اختبار مهم جدا خاصة بعد ماتش القمة يعني محتاج الزمالك ومحتاج هو يثبت ان الزمالك ما نهرش او ما تفككش بعد ماتش القمة يعني اختبار صعب ليه؟ لان الاسماعيلي بمدرب جديد بفكر جديد بروح جديدة وبالنسباله هو مش حاطط ايده نوعا ما على مفاتيح لعب الاسماعيلي الاسماعيلي هلعب ازاي؟ شكله ايه؟ طب هل كارتيرون كان عنده اخطاء اللي احنا اتكلمنا عليها في ماتش القمة؟ هل قدر يعالجها؟ ده ما حصلش والحياة ان هو تقريبا تقريبا عمل نفس الاخطاء او نوعا ما باختلافات بسيطة يعني شبه الاخطاء اللي عملها في مبارات القمة قرارها تاني قدام الاسماعيلي مش عايزين دقول بلغة الكرة نيكارتيرون تقريبا كان بيعك لان هو للمبارات تانية على التوالي بيعمل نفس التأسيمة في طريقة اللعب او اختيارات اللعيبة الغير متنسبة تماما مع بعض بعد ما شفنا في مرات القمة عمر السعيد مع اوباما السنائية اللي ما بين المهاجم وتحت رأس الحربة عمل حاجة شبهها خالص هي سيف الجزيري ومصافة حي مع انه الطبيعي واحنا قلنا ان اللي اتنين لا اللي اتنين دول ينفعوا مع بعض ولا اللي اتنين دول ينفعوا مع بعض طب هو ايه اللي كان عطلان في الزمالك الشوت الاولاني هي دي نقطة منهم مهمة جدا هي فكرة سيف الجزيري ومصافة حي طب تعال نشوف بالارقام بداية كده قبل ما نخش على الشغل الفني بالارقام ازاي كارتيرون خلى بعض لعيب الزمالك اللي هم ادهم فرصة جديدة زي مثلا عبدالله جمعة اللي بدأ فجأة باك يمين في مركز غير مركزه بيحاول يخلي حمزة المسلوسي اللي قدم مباراة طبعا كان سيئة لحد كبير ونقدر نقول اوف داي بالنسبة للمسلوسي قدام الاهلي فشالوا خالص وخلى عبدالله جمعة والباك يمين نحى التانية عبدالشافي بدأ اول مباراة لي كاساسي بدأ الفتوح في الظاهير الايصر والظاهيرين طبعا احنا عارفين دلوقتي وتحديدا في خطة كارتيرون وفي ثلاثة ربع الخطط هم عنصرين مهمين جدا في الزيادة الهجومية تعال نشوف كارتيرون بسيف الجزيري وتحديدا وراه مصطفى فتحي وعلى يمينه زيزه وقشف بن شرقي لعب على ايه هو لعب للأسف الشريط على العرضيات اللي هو السلاح تقريبا الوحيد اللي الزمالك عمره ما هيعرف استغله بهذا الرباعي تعالنا نشوف الارقام ونشوف قد ايه التأثير السلبي كان على اللعيبة دي خلال المباراة ده عبدالله جمعة اللي لعب خمسة وستين دقيقة لعب خمسة وستين دقيقة ما صنعش ولا فرصة عمل اربع عرضيات ولا واحدة منهم صح مراوغات ما فيش استخلاص الكرة كان يدوب بالجانب الدفاعي فقط بخمسة ده عبدالله جمعة اللي كان بلعب في الظاهير الايمن محمد عبدالشافي الظاهير الايصر اللعب المباراة كلها ما صنعش طول المباراة غير فرصة واحدة عمل ستة عرضيات ولا واحدة منهم جاد صحيحة مراوغات ما فيش خسارة الكرة خمسة واكتفى فقط بالجانب الدفاعي برضو اللي هو استخلاص الكرة 17 اذا الظاهرين تقريبا واحد عمل ستة والتاني عمل اربعة عشر عرضيات ولا واحدة منهم جاد صحيحة نيجي المصطفى فتحي اللي هو اللي لعب النهاردة في مركز صنع العيب رقم عشر بس بيحاول كان يروح على الاطراف طبعا عشان يعمل العرضيات اللي كارتيرون تقريبا بيلعب عليها لعب خمسة وطمانين ديئة سدد كرة واحدة مش على البرمة صنع فرصة وحيدة برضو عرضيات خمسة ولا واحدة منهم جاد صحيحة احنا بنتكلم في خمستاشر عرضية ولا واحدة منهم صحيحة نادي في الزمالك طول المباراة كلها خسارة الكرة 11 وهي الاكسر في المباراة واكتر لعيب خسر الكرة في المباراة وده بيقولك قد ايه هو الغايد دلوقتي موظفش المصطفى فتحي التوظيف الصح بالنسباله لان العيب زي المصطفى بقدرات مصطفى ان انت تخليه في المباراة دي ارقامه فانت كده مش عارف تستغله تماما وخليت بينه الجانب الدفاعي فقط تسعة